كلمني على فكرة استخدام مكبرات الصوت في الأذان وأثناء قمة الصلاة نفسها مكبرات الصوت هو هدفها إيه؟ إصال صوت الإمام للمأمومين ومكبرات الصوت ده داخلية مكبرات الصوت الخارجية هدفها إيه؟ إن أنا أسمع الأذان بصوت مقبول وأردت خلف الأذان وإنزل من بيت روح أصلي سمعت الأذان أنا سمعت تقفل الميكروفون بقى؟ خلاص خلاص إنما نسمع الصلاة وهي شغالة ده ظاهرة غير صحية وغير شرعية الله سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها الصلاة هنا معنونة قصود بها القراءة لتجاهر بقراءتك عشان تنفر الناس من قراءتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلة اللي عايز يسمع القرآن حيفتح إزاعة القرآن كريمة ويسمع القرآن حيفتح ده ويسمع القرآن لكن ما ترغنيش على سماع القرآن وصلاة الفجر ونفس النظام نفس النظام ما فيش حاجة اسمها نسمع الناس ما فيش حاجة اسمها نعمل ما حصلش ده في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ما خبطش على البيوت وقال لهم ومسيك لهم سياط وتعالو وده ما حصلش في عهد السيدة رسول الله ولا في عهد العصور التي فيها تدين نظيف تدين خالص لوجه الله الكريم ألا لله الدين الخالص هذه الظواهر يعني شوية يعني أنا دلوقتي النهاردة أما شغ أما أسمع القرآن وهو على على أخر وفيه ناس ماشية في الشارع خلاص يتعودت على سماع القرآن على تون معين ورتم معين من نزال القرآن إزاي هي هتركز على الإنصار تعرفت إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون تعرف أنت حررتك لو عدت على المحل مشاكل القرآن وقلت له وط الصوت هيقولك أنت مسلم أنت يعني ويشعر كأن أنت قلت له حاجة صعبة يعني أو مطلب غير ديني يعني يعني لازم نفهمه بقى نقوله أنا بسمع القرآن وحافظ القرآن بس عايز أن أنصت ربنا تعالى من سبحانه وتعالى قال شغل القرآن عشان تنصت إليه مش علشان أن أنت تشغاله مجرد أنت تشغاله هذا هو مقصود هذا هو مقصود ما إحنا لو عرفنا أن كل عبادة من العبادات لها مقصود وعرفنا المقصود وطبقناه حنبتعها